اشتركوا في القناة اخويا معيد بكلية الطب وطبيب بمستشفى الزأزي واخي الاكبر مهندس وانا في كلية الحقوق ووالدي دكتور صيدلي ووالدتي تعمى المدرسة وكلنا ناس محترمة واضف في تصريحات له اخويا مع ملشأي حاجة ولم يتعد على الفتاة وهناك تعاطف كبير مع اخويا في جامعة الزأزي ورئيس الجامعة شهد له بالاخلاق وان الفتاة هي التي قامت بتصوير الفيديو وقامت بدرب اخي واستكمل شقيق الطبيب المتهم قائلا اخويا خاتم الكرآن ست مرات ومظلوم ولا يتردد الا على الجامعة وذلك بشهادة زملائه والممرضات والدكترة دائما ما يشيدون به وهو في حاله وما يستهلش اللي حصل معاه واكد اخويا كان لسه مخلص الشفت اللي مدته 12 ساعة وركب الميكروباس وممكن يكون غيف الغزب عنه وسند على الكرسي والفتاة قالت الوكيل النيابة ان اخويا لم يمسسها والفتاة وجدتها فرصة عشان تبتز اخويا وكانت نيابة الزازي قررت حبس طبيبا بمستشفى الزازي الجامعة 15 يوم على زمة التحقيق بتهمت قيمه بفعل غير اخلاقي اثناء استقلال له ميكروباس اجرى وتلقى لواء ابراهيم عبدالغفار مدير امن الشرقية اختار من مباحث قسم ثاني الزازي بورود بلاغ من طالبة وسائق ميكروباس يتهمان طبيب بمستشفى الزازي الجامعي بقيامهم بفعلا فاضح اثناء تواجده بالميكروباس وسط الركاب غرض التحرص بالمجني عليها وانتقلت قوة من الشرطة لمكان الوقع وصحبت الطبيب الى القسم واتهمته الفتاة بانه قام بعمل غير اخلاقي اثناء استقلاله ميكروباس اجرى ووقوفه ناحية المقعد الذي تجلس عليه مضيفة انها نهرته لكنه لم يستجب ما دفعها لنهره بصوت اعلى واصار ذلك انتباه الركاب والسائق ووقعت مشادة كلامية بينهم فسرع الطبيب بمغادرة الميكروباس ولحقت به الفتاة وتجمع عدد من المرة بينهم سائق وقاموا بتحفظ عليها حتى حضور الشرطة والله الموضوع اخذ اكتر من حقه ولو كده يباشع بكله هيتحبس ترجمة نانسي قنقر